ديف موستن هو عبارة عن عازف جيتار موهوب جداً وعضو فيه وحدة من الفرق الفنية المشهورة في نيويورك يوم من الأيام صحيوا بن النوم وقال لولو ديف انت مفصول قال لهم ليش؟ يسويت انا؟ قال لولو ما في سبب؟ شيل عفشك لو سمحت وورينا عرضك تافر ركب الراجل الباص عشان يرجع لديرته في لوس أنجلس وطول الطريق كان يعيش وضع موجع ويسأل نفسه ليش كده؟ انا ايش سويت عشان يطردوني وما قدر يحصل على جواب منطقي قرر عم ديف انه انتقم من هذه الفرقة بطريقته وانه يثبت لهم انه احسن منهم انه يقدر ينجح اكتر منهم وفعلاً اسس ديف موستن فرقة موسيقية جديدة من عازفين موهوبين وبدأوا يكتبوا اغاني جديدة ويلحنوها وبعد فترة بسيطة عملوا البوم باع خمسة وعشرين مليون نسخة المشكلة انه ديف ما كان مبسوط لانه الفرقة اللي طردته باعت اكثر من مية وتمانين مليون نسخة من الالبوم ديف رغم انجازه الضخم كان حاسس انه لا يزال مهزوم فقط لانه فرقة السابقة لا تزال ناجح اكتر منه الكلمتين هنا احياناً نحتاج نغير الطريقة اللي ننظر بها للاشياء عشان نصدق انه الدنيا بخير في امان الله كنتم معه كلمتين مع زكي حسنين كن يوم ترينا دولا